طيب كنت برضو عايزة عارف من حدرتك ايه هو ايصال الامانة ايصال الامانة عشان في ناس كتير بتقع في الموضوع ايصال الامانة هو ما بين اشخاص عادية ما بيكونش ما بين اشخاص اعتبارية اشخاص اعتبارية البنوك الشركات الكبرى والكلام ده اما الايصال الامانة بيكون فيه ما بين اشخاص طبيعية زي حضرتك وزيه والكلام ده بيكتبها مش موظف عادي بيكتبها اي حد اي حد طب إحنا معنا سيغة برضو وشكل الإقصال الأمانة ممكن نروح نشوفه مع بعض طبعا زي ما إحنا شايفين أشكال الإقصال الأمانة هو كلهم واحد في منهم مطبوع مطبوع من المكتبة لأ المطبوع ممكن يتكتب اللي هو يتطبع على الكمبيوتر وفيه بيتبع في المكاتب الخارجية وفيه اللي هو يتكتب بخط اليد يعني كلهم مظبوطين كله مظبوط ده شكل إقصال الأمانة بس طبعا فيه شروط السيغة بطاعت ممكن يكتب بخط اليد ها طبعا ممكن تبقى بخط اليد بس لازم يكون لي بعض النقاط اللي هي مهمة فيه اول حاجه ما ينفحش يكون فيه تاريخ دي مخاطر اصال الامانة لا يا فندي مش مخاطر اصال الامانة بالنسبة للموضوع بتاع perception اهم حاجة ما يكونش فيه تاريخ نازم مش مترخ اه ما ينفحش يكون مترخ نستمد البيانات بتاعت اصال الامانة اللي بيكون فيه تل mangeطراف الطرف الاول والتاني والتالت اللي هو المدين والدائن والطرف المسلم اللي هو الأخير لازم نستمد من بطاقة الرقم القوم ما ينفعش أن احنا نكتب اسم شهرة أو أي اسم لازم الاسم اللي في البطاقة لازم الاسم اللي في البطاقة بالضبط لازم اللي بيمضى عليه لازم يكون عنده بلوغ سن الرجد اللي هو معدل 21 سنة لأنه ندي من الأعمال الضرة عليه ممكن يكتب بألم كذا ألم والحبر يتغير لا لازم نفس الألم اللي يكتب بيه هو اللي بيمضى عليه بالكامل والله الألم من أول ما كتبت لحد الأخير نفس الألم ما ينفعش بالضبط عشان ما وصلش الحاجات تانية تمام